نجح الأهل في اقتناس ثلاث نقاط هم جدا من معقل مدينة أو فريق ميديامة في كماسي والعودة بثلاث نقاط غايتهم في الأهمية لفريق النادي الأهل التصدر المجموعة برصيد التسع نقاط في توقيت كان صعب جدا على فريق النادي الأهل في هذه المباراة الصعبة أمام بطل غنى ومن خص نحظنا بالتأكيد المباراة قيمة يوم الجمعة في مدينة كماسي ويمكن معظم الدول الإفريقية بتبقى يوم الجمعة والسبت بيبقى توقيت تعمل وبالتالي بتبقى يعني الحضور الجماهيري مش بنفس قوة الحضور الجماهيري لو مباراة بتتلعب يوم السبت أو الحد بنسبة كبيرة طيب الأهل انتصر في هذا اللقاء وعادة بألا ثلاث نقاط وبالتالي الأهل تصدر المجموعة بتسع نقاط النهاردة في مباراة مهمة جدا ما بين شباب مولزداد وينجي أفريكانز التنزاني نتيجتها يأما تؤكد أن الأهل تأهل إلى الدور ربع النهائي دون انتظارة للجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل أمام يونجي أفريكانز أو ننتظر الجولة الأخيرة في حال انتهاء مباراة اليوم بالتعادل الفريقين لأن التعادل الفريقين بالتأكيد هيبقى في حسابات تانية لسه هتكلم عليها لكن التشكيل مبارح اندل على شيء بيدول أن احنا ممكن من رؤيتنا كده للفريق من بعيد كولر واخد الفريق في سكة مختلفة تماما عن متابعتنا الإعلامية أو حتى متابعة الزملاء الصحفين لأن الكل بلا استثناء كان بيتوقع أن أكرم توفيق هيبدأ في التشكيل الأساسية نظرا لغياب مروان عطيه ومحدش كان يتخيل أن ممكن كولر يدفع بكريم ندفد من بداية اللقاء نفس الأمر لعمر السلية محمد مجد أفشى رجليه في الملعب أكتر فالكل توقع أن أفشى يبدأ المباراة خاصة المباراة خارج أرضك فبالتالي أنت محتاج لعيبة رجليها في الملعب السلية كان بعيد لفترة طويلة بسبب الإصابة ولكن كولر كان ليه وجد نظر تاني نفس الأمر بالنسبة لبير ستاو راجع من ضغط مباريات كتير 564 ديئة مشاركة في كاس الأمم حالة إجهاد كانت غير طبيعية لبير ستاو وخد راحة حوالي أسبوع 10 أيام بعد العودة من الكود فوار وملعبش في المباراة الأولى فالكل توقع في رحلة الصفر وفي هذه المباراة تحديدا ممكن بير ستاو ما يكونش في التشكيلة الأساسية ولكن مع ذلك نجح مرسل كولر في إخفاء معالم التشكيل في تحديد مهام اللاعبين اللي ممكن تلعب في هذه المباراة بدأ بكريم ندفد بدأ بعمر السلية بدأ بير ستاو معظم التشكيلة ما اختلفتش عن المباراة السابقة في ظل انت خلاص برضو كمان رؤيتك مش هتبقى واضحة قوي في ظل ما انت فيه يعني 50 يوم راحة سلبية الفريق ما بيلعبش أي مباراة رسمية فالتشكيلة الأساسية كما هي المعتاد مصطفى شبير في إحراسة المرمى خط الظهر محمد هاني علي معلول ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم غياب مروان عطية دفع كولر بكريم ندفد موجود إمام عشور بالتأكيد طبعا في التشكيلة الأساسية وجود حسين الشحات عنصر أساسي اللي لا بدهيل عنه أنتوني مودست في التشكيلة الأساسية في خط اللجوم وبالتالي كانت التفكير بس في مركزين إلى ثلاثة ممكن كولر يدفع بمين وبالتالي كل الناس كانت شايفة أن فيه لعيبة يعني بنسبة براهية لها تلعب ولكن كولر كان لوجه نظر تانية وبالتالي كان بيراهن أنه لما يدفع باللعبين الآخرين في هذا اللقاء تحديدا ندفد والسولية وأيضا بيرستاو كانت لي الغلبة وكسب الرهان ونجح الأهل في اقتناس ثلاث نقاط هامة جدا كولر في هذه المباراة تحديدا تعامل بشكل جيد جدا خاصة مع الشوت التاني والأداء في هذه المباراة تحديدا نقول أن كولر قرايح عايز يكسب المباراة مش عايز يطلع بنتيجة جبية مش عايز يخلي نتائج المجموعة معلقة شوية في هذه البطولة لأنه بالتأكيد يعني السنوات الأخيرة كان دايماً الأهل يستنى لغاية الجولة الأخيرة نمسك كده الألع الحزبة ونقض نحسب هنكسب هنا نتعادل هنا المنافس يخسر يتعادل نستنى جولة أخيرة ممكن المنافس التاني يعمل نتيجة سلبية لنتظر آخر مباراة كانت دايماً الحسابات بتبقى مرتبطة بالأهل حتى سفارة نهاية دور المجموعات المعرض الأمر مختلف النهاردة ممكن إن شاء الله نعلم بشكل رسمي إن الأهل تأهل للضروع النهائي قبل الجولة الأخيرة تأهي